اشهد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالمبادرات السامية لجلالة الملك المفدى لدعم الشباب وتمكينهم وتنمية قدراتهم وتأهلهم للمشاركة بفعالية في ترسيخ الأمن وصنع السلام ودعم إنجازات الوطن ومكتسباته التنموية والحضارية جاء ذلك في جلسة حوارية نظمتها وزارة الخارجية حول تطلعات الشباب الدبلوماسي البحريني بمشاركة كبار مسؤولي الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقطاعات وعدد من الشباب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك في إطار الاحتفاء بيوم الشباب البحريني وفي بداية الجلسة رفع سعادة وزير الخارجية أسماء آيات الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم اللامحدودي للشباب وتخصيص يوم وطني لهم احتفاء بإنجازاتهم وتقديرا لعطائهم بمساندة من سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأكد سعادته اعتزاز وزارة الخارجية وفخرها بكوادرها الشبابية الواعدة معربا عن أطيب التهاني لهم في يومهم الوطني وشكره وتقديره على تأدية واجباتهم بكفاءة وتفان وإخلاص وحرصهم على المبادرة وتطوير مهام العمل وتعاونهم بروح الفريق الواحد وخلال الجلسة الحوارية استمع وزير الخارجية إلى مرئيات الشباب وتطلعاتهم في مجال العمل الدبلوماسي مؤكدا حرص الوزارة على دعمهم وصقل قدراتهم من جانبها أكدت سعادة الدكتورة الشيخ ابنيرة بنت خليفة آل خليفة مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية حرص الأكاديمية على مواصلة برامجها التدريبية بما يسهم في استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية في إطار البرنامج الدبلوماسي التأسيسي وتطوير الكوادر الدبلوماسية وتنمية قدراتها وخبراتها وقد أكد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الكوادر الشبابية مواصلة العمل في خدمة الوطن بكل ولاء ووفاء وإخلاص في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى وبدعم ومساندا من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء